افتتحت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سوها جندي ومحافظ الشرقية ممدوح غراب فعاليات المرحلة الجديدة من مبادرة مراكب النجاة بالمحافظة وقالت سوها جندي إن المبادرة الرئاسية مراكب النجاة تهدفه في المقام الأول إلى التحذير والتوعية المجتمعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتعريف بفرص وخطوات الهجرة الأمنة من توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية والبالغ عددها أربع عشرة محافظة هو الحقيقة المستهدف مش بس حمالات توعية احنا بنعمل حمالات توعية وبنعمل كمان دورات تدريبية لخلق فرص بديلة وأعتقد إنه هو ده اللي محتاجه الناس محتاج إنه هو يلاقي إن فيه ليه مستقبل ليه مستقبل من خلال فيه مهنة في إيده يقدر إنه هو يشتغل بيها وفيه فرصة أساساً إنه هو يبقى فيه وظيفة ما في المجتمع المصري تكفي شر الأيام زي ما بيقوله ويبقى معه فلوس إنه هو يقدر يعيش ويعايش ولاده ويعلمهم في المدارس وما إلى ذلك فإحنا دايماً مش بس بنتكلم على المخاطر كمان بنشتغل على المخاطر بحيث إنه إحنا يبقى عندنا البدائل الكلام علشان التوعية إنما كمان المهن اللي هي تبقى سلاح للمستقبل هذه تنمية المشروعات ساعدنا كتير من مبادئنا من الصفر معاه وفر لنا السيولة المادية اللي احنا نوفر بها الخاميات ونشغل بها الشباب وده شيء يعني ممتاز جداً يعني هو طبعاً تنمية المشروعات هنا بتوفر فرص عمل بتوفر المادة اللي احنا من خلالها بنساعد الشباب اللي هم يتمسقوا هنا بفرص عمل حقيقية برشح الشباب أن يقوموا بمشروعات وتنمية المشروعات والصندوق بيساعدنا لتنمية المشروعات أنا داخل في الصندوق بقالي فوق العشر سنين وقايم معي بكل الخدمات اللي احنا بنحتاجها في شغلنا ومساعدني في كل حاجة والله احنا جايين نعرض قصة نجاح مشروعنا لأن ديت شيء مهم بالنسبة للشباب عشان الهجر غير الشرعية وأن احنا في بلدنا ممكن نبدأ وممكن ننجح في بلدنا بدون التعرض للهجرة غير الشرعية وغراء ومخاطر زي كده يعني فأعرضت قصة نجاح مشروعي أنا بدئين في 2012 مشروع ومنتجات ألبان وبصراحة خدنا دعم كبير جدا من جهازة المشروعات سواء دعم ميدي أو دعم معنوي هم كانوا دائما في ظهرنا ودون كوتا كويسة بالنسبة للتوردات الحكومية والشركة القبضة للصعات الغذائية ترجمة نانسي قنقر